أفضل أربع جامعات لدراسة الطب البيطري في تركيا خلوكم معنا لنهاية الفيديو لحتى تعرفوا شو هنن هالجامعات وشو هي الطريقة المتاحة لحتى تحصلوا على قبول فيهم وتباشروا الدراسة مرحبا كيفكم إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وسلامة معكم الدكتور براء من مركز الخوارزمي الأكاديمي واليوم رح أحكي لكم عن فرع كتير مقصرين بيحقوا بي القناة وكتير طلاب بالفترة الأخيرة عم تسألني عليه واللي هو تخصص الطب البيطري اللي باختصار هو الطبيب اللي رح يعتني بي شؤون الحيوانات بشكل عام وطبعا فيه يختص لقدام سواء الحيوانات المنزلية أو الحيوانات اللي بترعى في المراعي أو الطيور وما شابها فهو بسيط جدا باعتقد ما في داعي يشرح لكم كتير عنه ولكن فرع له كتير مجالات عمل في تركيا ببلادنا العربية بأوروبا بشكل كتير كبير وبأي مكان في العالم لهالسبب حبيت أعمل فيديو كامل عنه وأحكي عن أفضل أربع جامعات بتدرسه في تركيا حابب نوه أنه هذا التخصص ما في غير جامعة وحدة فقط في تركيا بتدرسه باللغة الإنجليزية واللي أكيد رح تكون وحدة من أفضل أربع جامعات بتدرسه بتركيا يعني أغلب الجامعات بتدرسه باللغة التركية رح أبدأ حاليا بالجامعة الأولى واللي ذكرتها أساسا مسبقا لأنه هي الجامعة الوحيدة اللي بتدرس تخصص طب البيطري باللغة الإنجليزية واللي هي جامعة أنقرة الموجودة في مدينة أنقرة هي جامعة العاصمة وهي الجامعة الوحيدة مثل ما قلت لكم اللي رح تدرس الطب البيطري باللغة الإنجليزية وبنفس الوقت في عندها خيار أن تدرسه فيها باللغة التركية جامعة عريقة قد ما حكيت عنها أليل صراحة من الجامعات اللي يضرب فيها المثل بجمالها وبتاريخها وبقوة الدكاترة الموجودين فيها بالانتقال للحديث عن الجامعة الثانية الممتازة جدا أيضا في تدريس الطب البيطري واللي هي جامعة سلجوق الموجودة في مدينة قونيا مدينة قونيا الموجودة في وسط الأناضول يعني وسط تركيا وهي تعتبر كولاية أكبر مدينة في تركيا وهي مدينة جلال الدين الرومي مدفون فيها أيضا جلال الدين الرومي العالم الشهير جدا جامعة سلجوق جامعة أساسا عريقة جدا بكل الأفرع وخصوصا الطب البشري وطب الأسنان كذلك الأمر الطب البيطري فيها كلية قديمة كتير وموجودة من زمان كتير طبعا باللغة التركية مثل ما قلت لكم ما فيه غير جامعة أنقرة بتدرسها باللغة الإنجليزية أغلب الأصدقاء الموجودين عندي اللي بعرفهم الكمية الأكبر منهم عم يدرسوا الطب البيطري في جامعة سلجوق بسبب أنه أسعارها تعتبر ألخص من غيرها وبنفس الوقت القبول فيها ما كتير كتير صعب لأنه في عندها مقاعد كتير كبيرة للطلاب الطب البيطري لأنه كلية الطب البيطري فيها أيضا ضخمة جدا بالانتقال للحديث عن الجامعة الثالثة اللي هي واحدة من أفضل أربع جامعات بتدرس الطب البيطري هون بتركيا واللي هي جامعة إرجيس جامعة إرجيس أيضا موجودة في مدينة قيصري اللي هي أيضا موجودة في وسط تركيا وهي مدينة شهيرة جدا بالسياحة أيضا السياحة الشتوية تحديدا بسبب وجود جبال أرجيس الموجودة فيها واللي الجامعة أساسا مستمدة اسمها من هاي الجبال طبعا الجامعة عريقة بكل المجالات أكيد وكلية الطب البيطري فيها أيضا من الكليات العظيمة جدا والكليات الأديمة كتير واللي فيها عدد طلاب كتير كتير هائل واللي خرجت أساسا أطباء بيطريين الغالبية منهم عم يدرسوا كأطباء في بقية الجامعة بالانتقال للحديث عن الجامعة الرابعة واللي هي جامعة اسطنبول أكيد أنا لما عمعدد الجامعات الأربعة ما عمعددهم بالترتيب الجامعات الأربعة عم يكونوا ممتازات وطالب إليه حرية أنه يختار التخصص اللي بده إياه ولكن جامعة اسطنبول برأيي الشخصي ما هي أفضل من الجامعات الثلاثة اللي ذكرتهم بمجال الطب البيطري ولكن هي حتما ضمن أفضل أربع جامعات في تركيا ما في داعي يشرح كتير عن جامعة اسطنبول أنه أكيد الكل بيعرف عنها طبعا الجامعات الثلاثة معادة جامعة أنقرة يدرسوا الطب البيطري باللغة التركية وليس باللغة الإنجليزية فقط جامعة أنقرة في عندها خيار أن تدرس باللغة الإنجليزية أو باللغة التركية طبعا في حال أغلب الطلاب أيضا بيسألوني تمام شو هي الطريقة اللي رح يدر إحصل فيها على قبول في الجامعات الحكومية التركية الأربع اللي ذكرتهم أو حتى غيرهم أنه في كتير جامعات يدرسوا أيضا الطب البيطري عدل جامعات الأربع اللي ذكرتهم شو هي الطريقة؟ الشهادة الثانوية ليست كافية للحصول على القبول لدراسة الطب البشري في الجامعات الحكومية التركية لأنه أغلب الطلاب لما عم يتقدموا للدراسة عم يقدموا كورسات اليوس أو السات اللي هي كورسات بتدعم فرص القبول فأنت لما تقدم على فرع فيه تنافسية شديدة من طلاب معهم كورسات يوس أو السات فأنت أيضا مطالب بأنك تجيب كورس يوس أو السات أثناء تقديمك على هالجامعات وإلا فرصتك بتكون أضعف بكتير ولكن كتير ميزة جميلة أنه دراسة الطب البيطري في الجامعات الأربعة أو غيرها بالجامعات الحكومية لا تعتبر غالية أبدا فأنت تقريبا رح تدفع تقريبا ألف دولار سنويا فقط كرسوم جامعة فقط ألف دولار سنويا ورح تكون عم تدرس طب بيطري في جامعة حكومية بتركيا اللهم لحتى تحصل على القبول لازم يكون معك إما كورس يوس أو كورسات اللي بطبيعة الحال مركز الخوازم الأكاديمي بيقدمون بكورسات دورية سواء أونلاين أو حضوريا أونلاين أكيد لكل الطلاب اللي ما عم تقدر تجي لتركيا حضوريا للطلاب الموجودين بتركيا وحابين يدرسوا بمركزنا والكورسات تعتبر سهلة لحظة يخوفكم منها أنا بنصح كل الطلاب خصوصا بالفترات الحالية أنه يفوتوا ويعملوا هدول الكورسات مدتهم ستة أشهر بالنسبة لليوس وأربع أشهر بالنسبة للسات تختار واحد من بيناتهم ما في داعي تعملوا للتنين أكيد وبتقدم انتحاناتهم وبعد هيك منسجل على الجامعات الحكومية بتخصص الطب البيطري اللي أنت بدك يا ممكن تشوفوا الموضوع شوي معقد ولكن هو أبسط من هيك بكتير إذا كنتوا حابين تعرفوا تفاصيل أكثر عن هالموضوع تواصلوا معي أنا الدكتور برا عن طريق رقم الواتساب الظاهر على الشاشة وأنا بدوري رح أعطيكم التفاصيل والمعلومات والطريق لحتى تفوتوا على الأفرع اللي بدكن إياها والطب البيطري بشكل خاص بالجامعات الأربعة أو غيرها إن شاء الله تكونوا استفدتم من هالفيديو وانتظرونا بفيديو جديد رح نحكي فيه عن فرع آخر بأفضل جامعات بتدرسوا هون بتركيا سلام اشتركوا في القناة